السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذات يوم وبعد نقاش حاد بين الزوجين تعصب الزوج على زوجته ورمى عليها يمين الطلاق وقال لها لن ترجعي في عسمتي إلا في يوم مشؤوم أو أغبر ليس به نور فخرجت الزوجة لبيت أهلها وهي تبكي وبعد أن هدأ الزوج وأحس بالندم على ما فعل خرج ليبحث عن فتوى من أحد العلماء في القرية والتقى بشيخ القرية وسرد له القصة فقال له الشيخ ومن أين سنأتي لك بيوم مشؤوم أغبر ليس به نور سامحك الله لا أجد لك مخرج من هذا أيها الزوج ولكن اذهب إلى المدينة لعلك تجد شيخ أعلم مني قد يجد لك فتوى رجع الزوج للبيت استعدى للرحيل باكرا استيقظ متأخرا لأنه كان صاهر لشدة حزنه أسرع للسفر إلى المدينة وذهب للجامع الكبير ليصلي الظهر ويسأل الشيخ عن يمين الطلاق ولكن الشيخ كان رده مثل شيخ القرية من أين سنأتي لك بهذا اليوم المشؤوم الأغبر الذي ليس به نور خرج الزوج مهموما يجر قدميه إلى أن وصل سوق المدينة جلس شاردا لأكثر من ساعة أمامك كشك لبيع الخردوات جاء صاحب الكشك إلى الزوج وقال له ما بالك أيها الرجل جلست لأكثر من ساعة في حالة شروض فحكى الزوج قصته وأنه لم يجد شيخ يفتي له فهمس صاحب الكشك إلى الزوج وقال أترى ذلك الشخص على يمينك فقال الزوج الذي يفترش الأرض وثيابه رثى وشعره كثيف وغير ممشط قال صاحب الكشك نعم اذهب وقص عليه وسأله واستغرب الزوج وكيف لهذا الرجل المجلون أن يجد لي مخرجا وأنا سألت المشايخ ولم يجدوا لي حلا وقال في نفسه سأذهب فأنا لم يعد لي سبيل غيره وذهب إليه وجلس على الأرض أمامه وقال له يا حج أريد أن أحكي لك قصتي قال له احكي يا غافل فاستغرب الزوج وبدأ في سرد حكايتي حتى نهايتها فقال المجنون هل صليت الفجر فقال الزوج لا لا والله لقد استيقضت بعد الفجر فقال المجنون كيف حال أمك اليوم فقال الزوج لم أرها اليوم فقد خرجت مسرعا فقال المجنون كم قرأت من القرآن اليوم فقال الزوج غاضبا قلت لك يا حج أنا كنت في عجلة من أمري ولم أقرأ شيء ولم أزر أحدا فقال المجنون اذهب واخذ زوجتك فهل هناك يوم مشؤوم وأغبر وليس به نور كيومك هذا لم تصل الفجر ولم تقرأ القرآن ولم تر أمك وتستأذنها ففرح الزوج وأصبح يقبل رأس المجنون ويقول له لقد أنقذتني يا شيخ ويا علامة أطلب ما شئت يا شيخ فرد المجنون أنا لا أطلب إلا من ربي وإلهي يا غافل أخي أختي إذا أتممت معنا إلى هذا الحد علق بالصلاة على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر